لما عندما يتحدث المفتي عن التنمية المستدامة البعض يقول ألا وما للمفتي بالتنمية المستدامة أليس هذا من قبيل الخبراء الاقتصاد المفتي يفقى في الدين ما له بالتنمية المستدامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فدعني أولا أتقدم بخارج شكري وتقديري لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر هذه الرعاية بتطفي عن المؤتمر قوة الحقيقة وبتجعل بأن المؤتمر بيؤتي الثمرات التي قصدناها منذ أن وضعنا هذا العنوان الذي تفضلت شدتك بذكره وهو الفتوى وأهداف التنمية المستدامة والواقع أن الحضور في حد ذاتي في هذا المؤتمر مفصح عن الإقبال على مصر أولا يعني عندما نقرأ الشخصيات التي أتت سواء من الأم المتحدة سواء من أصحاب الفضيلة والسماحة المفتين وأصحاب المعادة الوزراء من العالم الإسلامي كله ومن العالم كله الكلام في التسعين دولة يعني الحقيقة أمس في الجلسة الافتحية ونحن مشاهد هذا المشهد بنرى بأن هذه الرسالة قوية لدولتنا بأن دولتنا هي محط الأنظار وعندما تتكلم ويجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون هكذا ونعمل ونكتهد لكي تكون في هذا المكان هذا محور الحقيقة ينبغي أن نستفت إليه ونعمل جميعا على تحقيق هذا المعنى بالنسبة لدولتنا أو بالنسبة للوطنين أو بالنسبة لبلدنا الأمر الثاني الذي يلفتنا في الحقيقة هو عنوان المؤتمر كما تفضلت سيادة عنوان المؤتمر يتكلم عن الفتوى وأهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة ده عنصر أساسي من عناصر مكونات الشخصية المسلمة عندما نقرأ القرآن الكريم ونرى بأن هذا التوجيه الإلهي يقول لنا في جملة من الآيات ليس في آية واحدة من أبرز هذه الآيات هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم فيها يقول العلماء بأن السين والتاء للطلب يعني طلب منكم أن تعمروا هذه الكون مسبوط وهذه الأرض رسالة العمران رسالة العمران رسالة العطاء الذي يبني في هذه الأرض ثم إنه سبحانه وتعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسوق اللماء قال ونحن نسبح بحمدك ونخدس لك قال إني أعلم ماذا تعلمون ثم أتت الآية بعدها مباشرة وعلم آدم الأسماء أي أن الخلافة الحقيقية التي قصدها القرآن الكريم ستتحقق بالعلم وعلم آدم الأسماء فالربط ما بين الآيتين آية الخلافة ثم آية تعليم آدم الأسماء هذه رسالة قوية للعالمين بأنه لن تحصل خلافة حقيقية إلا بالعلم إلا بالعلم والعلم في كافة مجالاته وترجمة العلم العمران وترجمة العلم العمران بلا شكل مزبوطا ولذلك كل حضارة وكل أمة تقدمت لم تتقدم إلا بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها على هذا الأساس نحن نريد في الحقيقة في مؤتمرين هذا من خلال هذا العنوان الذي هو عنوان الإسلام يعني يمكن عشان خطر بعض الناس يقول لك أنت ما لكم ما للتنمية المستدامة وشيء من هذا القبيل لا التنمية المستدامة بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي موجودة ومركوزة في الفقه والفكر وفي الضمير الإسلامي موجودة وبعمق وبناء على ذلك عندما بحثنا في هذا الأمر وجدنا نعم هناك جهود كثيرة في دور الإفتاء النصرية وهناك جهود في دور الإفتاء في العالم كلها في الحقيقة عالجت قضايا وأهداف التنمية السبعتاشر التي وضعتها الأمم المتحدة لما تنظر في الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة السبعتاشر هدف بدا من التعليم والعدل والمسواة والحقوق وغير ذلك بتجد في الحقيقة بأن هذه السبعتاشر لما تعرضها على دلالات النصوص الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلحظ بأننا بالنسبة هذه الأمور فيأتي السؤال هل المسلم يبقى جامداً هكذا ولا يقبل أفكار الآخرين نفترض بأن الطرف آخر الأمم المتحدة أو اتجاه معين عنده من الأفكار ما يمكن أن يفيدني في مقاومات مجتمع الحكمة تضالة المؤمن فضلاً عن أن هذه الأهداف التي قررتها الأمم المتحدة في الحقيقة هي مستندة ومسنودة من نص الشرعي ومجالات من نص الشرعي ترجمة نانسي قنقر